فإذا السؤال أحبائي لما منسمع عن إيمان المرأة الكنعانية الرب يسوع عم بيكلم كمان التلاميث خلي بالك هي أجت مثل سانوج الرب عم بتكلم عن الطاهر والنجس وبعدين وصل للنتيجة وصل للنتيجة إنه ليس ما يدخل الفم لكن من القلب تخرج الأفكار الشرق من جوة من قلب الإنسان وعلى طول بروح لنواحي صور وصيدة خلي بالك الكتاب بمشي بإحكام قديما إلي الرب أمره إنه يروح نواحي صور وصيدة اللي هي منطقة فينيقيا إلى أرملي وبعدين الرب يسوع في لوقا أربعة لما تكلم بقول كان برس كثيرون في أيام إليشع لم يطهر إلا نعمان السرياني يعني الأممي في أيام إليا النبي كان فيه أرامل كثيرة في إسرائيل لم يرسل إلى لمين أرملت صرفة اللي هي في صيدة أو صيدون بهذه المنطقة الجغرافية وأعالت النبي إليا وكان سبب برك وخلاص لحياته إلى نفس المنطقة جاء المسيح إلى نواحي صور وصيدة وهذه المرأة سمعت عن يسوع صرخت جاءت بحالة مستقتلة يعني خلاص مش مهم تعرف شو ما تقول عني قول فالمسيح بده يستخرج منها يطلع منها إيمانها فقال لم أرسل إلى خراف بيت إسرائيل الضالة بعدين شو قالت له قالت له كمان حتى الكلاب بتوكل الفوتات لانبهر يسوع المسيح خلينا أقول لك الشغلة لو 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 ثلاث شرطات لو 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 المسيح تركها بقول لهذا كفر وبترك المسيحية لو عبس وتولى بقول هذا مش الرب اللي لازم أنا أتبعه لكن المسيح تكلم وأخرج الروح النجس على فكرة لما تكلم يسوع أنظر إلى قلب يسوع أنظر إلى وجه يسوع في هذه الحالة ثم أنظر إلى نتيجة القصة شو النتيجة أنه أخذت الشفاء فاللي فعلا بدي يجي للرب لازم ييجي بحالة استقتال لازم بدي يجي دسبرت أنه أنا محتاج للرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر